بسم الله الرحمن الرحيم الآن نبغي نتعلم كيف ممكن نضيف بيانات المتدرب أو بيانات السيرة الذاتية للشخص اللي أمامنا فنأخذ المثلث داوة المستطيل وندرج مستطيل كده هنا ثم موس يمين ثم نختار النقاط ثم نسحبها على تحت كده شوية والتانية زيها كده شوية بحيث انه يكون الشكل مائل كده بهذا الشكل كده مائل طيب ثم نضغط ماوس يمين نيجي هنا نقول نبغاها باللون الرمادي تمام نجيبها هنا في أقصى اليمين نصغرها نضغط كنترول وندخط كده فيها عشان نشوفها نكبرها يعني خلاص كده مناسبة نسحبها كده يمين كمان ثم بعد كده نضغط كنترول ونسحبها أصبحت نسخة ثانية ثم كنترول ونسحبها أصبحت نسخة ثالثة اذا نحن عندنا هنا ثلاث شرائح أو ثلاثة رموز هنا هنضيفها اذا نروح على على العرض اللي موجود عندنا على الرموز نروح نجيب التلفون مثلا الهاتف نقول مثلا كوبي ونرجع على العرض اللي احنا في شغالين عليه موس يمين لسق أو كنترول في لسق ثم نجيبه هنا اذا هذا اللون أسود انا احتاجه غيره إلى اللون الأبيض اجعله فورمات اعدادات ثم الكلر اللون واختار الرمادي هذه أول خطوة ثم بعد كده أرتيستيك العلامة اللي جنبها واختار هذه الفاضية هذه اللي ما هي باضحة فتعطيني الشكل الأبيض هذا إذن هذه هي علامات أو بيانات التواصل بيانات التواصل الأولى الهاتف ثم بعد كده أيضا أبغى الموقع مثلا عنده موقع الشخص خذ عنده موقع هذا موقعه كوبي كنترول في طبعا ثم نرجع هنا ثم نلصق العلامة هذه إذن هي باللون الأسود نرجع مرة تانية هنا على فورمات ثم الكلر رصاصي ثم بعد كده العلامة الفاضية وأصبح الآن عندنا الموقع إذن نقدر نكتب العنوان عنوان الشخص هذا كنترول زايد عشان نقدر ندخل في الماوس كده في الصورة إذن عندنا الموقع وعندنا علامة الجوال إذن كمان في عندنا بيانات أخرى إلا هي مثلا موقع الإنترنت مثلا إذن يريد أن يضع مثلا هو علامة الإنترنت نجي نبحث على صورة الكرة الأرضية إلا هي علامة الكرة الأرضية فأنا موجودة هنا إن شاء الله أو نحط ماوس نقول مثلا هذا الموقع طيب ثم بعد كده نقول له في لصقناها نسحبها لليسار هي جات بره بعيد معليش نصغرها أنا فقط أعلمكم كيف ممكن أنت تدرج الأشكال هذه الموجودة عندك تسحبها من الإنترنت من flat icons dot com خطوة لبعدها نجي على الكتابة ونضغط هنا نحط رقم الجوال صفر خمسة واحد دين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية رقم مثلا متسلثل طبعا نضع باللون الأبيض نكبر كده الكلا الكتابة ثم نصغرها نضعها هنا هذا رقم الجوال حلو أضغط control ثم أسحب يعطيني نسخة ثانية أكتب عنوانه ثم بعد كده control وأسحب وأكتب هو فين ساكن مثلا مكة المكرمة إذن أنا أقدر أستطيع أن يعبي بياناته بهذا الشكل في هذه السيرة الذاتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر